القرمشة رائع رائع بالسف في البنات هذه هي القرمشة كنتمنى البنات انكم تجربوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة كنتمنى تكونوا باخير والاخير اليوم البنات سنشارك معكم هذه المعسلة كتجي رائع رائع بالسف سهلة مالة ضغيضة كتوجد في اخر لحظة بالنسبة للبنات لا يوجد شبكية وحتى المعسلة في المواقع صراحة تجي واحد المعسلة زوينة بزاف كنتمنى البنات انها تشربوها بالنسبة لها المعسلة سيحتاجوا هنا 500 قرم الكوكو هنا في الغالي احتاجت 600 قرم الكوكو لاني ما زلت واحد الكمية باش نكون معكم واضحة من الأحسن من الأول تاخدوا 600 قرم الكوكو هنا استعملتها الكوكو لانه جديد اخذت الكوكو يعني دخلته نيشان الفران بعد ما نقيته وحمرته يعني دخلته الفران بارد وشعلت عليه من فوق تحت العافية تكون متوسطة وكان بقى نحرك فيه اضغيره كي يتحمل ما كي ياخدش منه وقت كنفركو بني ادي بحلاكو كنحاول انانين حي اديك القشرة بالنسبة لبنات اللي بغاو ياخدوا الكوكو اللي مقشر ممكن انكم تاخدوا ودعنوا بالزيت ودخلوا الفران او لا بإمكانكم انكم تقليوا في الزيت اللي بغيتو يعني الوصفة في كل احوال ذركة جيدة وفي نفس النتيجة سوف نأخد الكوكو ديالي غادي نطحنه في التحانة ما بغيتوش انه يتعلق او لا يجيني من السقب بغيت يكون يعني بحال هكا شوية معلك شوية مهرمش كنحصل على واحد المعسلة اللي تتكون يعني كتحسي انك تتاكل شي حاجة في الوسط ديالها او لا في الداخل ديالها كتحسي بدك القرمشة ديال الكوكو بالنسبة لهنا الكوكورة ممكن البنات انكم تعودوه باللوز حتى وراكا يجي لدي لديد اكتر المهم هنا غادي نستمر وغادي نتحن كل شي مزيان اسمحي للبنات كنحاول باش نزرب صوتية ونزرب الفيديو باش يجيكم يعني الصغير يعني ما يجيش فيديو طويل قدر الامكان هنا يصفي تحن الكيمياء اللي عندي ديال الكوكو غادي ناخدها وغادي نضيف عليها واحدة ديال الملح ضروري من هاد الملح هاد الملح باش تعطيكم الماداق كيبان في الحشوة ديالنا هنا يخضي الزبدة دوبتها يعني بلا مد يعني الدوب واتت والنوازد فقط تكتحسوا بهذا بيت غادي نضيف اربعا ديال المعلق كبار ديال الزبدة بالنسبة لهاد الزبدة تعطينا واحد تعليك وكتعطي الماداق لهاد الحشوة ما كتجيش بس لنهائية كتجي لديد ديال ديال بسف غادي نضيف لها معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة وغادي نضيف هاد الربعا ديال الحبات ديال المسكة كي يعطيو الماداق وكي يعطيو يعني واحد تعليك لهاد الحشوة هاد لهاد الحشوة ثم تقيتها في واحدة المعلقة سوف نخلط كل شي مزيان بعد ما غادي نضيف واحد جوج مع القديل السكر يعني في المجموعة غادي نكون ستعمل ثلاثة المعلقة لان واحدة تحنت فيها المسكة وجوج درتهم هكا كي يعني عمرين سوف نحاول انني نخلط هاد الحشوة ديالي لهاد البنت لكم شوية نشفة لان نريد الحشوة تجينا معلقة وانا ما غاديش نديرها بحلق قوضبان ولا يعني كنوزعها لورقة ديالنا ولكن رغم لي كالطيب كتجي شادة وكتجي معلكة وكتجي بنينا بزاف خاصة لانا استعملنا الزبداء الممتازة اللي بغيتو انكم تستعملوا الزبداء ديال التوريق ولا ديال البوطة لكم الاختيار غاديتقام لكم مرخيصة وفي نفس الوقت يعني ولكن لما دقت يبقى ديال الزبداء الممتازة احسن في هاد المعسالة هادي هنا يضفت جوج مع القديل الزهراء البنت ما تنسوهمش صافي هنا كنحس بالحشوة ديالي هي هاديك يعني معلكة وفي نفس الوقت يعني مجموعة صافي غادي ناخد الورقة ديال فيلو هنا عندي واحد الكيمياء ديال الزبداء تقريبا استعملت خدات لي هاد الوصفة ميات قرام ديال الزبداء النوعية المزيانة كنخلطها بزيت هنا اخد خلطها بشوية ديال الزيت تقريبا واحد نصف كاس عنباد الزيت مع ذيك الزبداء في الحشوة وفي الدهين واستعملت منها حتى من اللي غادي ندخلهم من الفراكم صافي هنا يا غادي ناخد الورقة ديال فيلو شفتوا معي البنت الورقة اللي استعملت هي هادي فيلو بصراحة يعني لقيتها شي شوية قديمة حاولوا انكم اتخذوا اللي فيها لضط يكون شوية يعني قريب ما يكونش قديم صافي هنا غادي نحاول معها بالخاطر يعني الورقة تبغي شوية ديال الخاطر وانا را لقيتها يعني فيها واحدة القطعة من جنب يعني جات قصيرة را غادي تبانيكم في اللطا يعني هنا تحصلت على ثمانية ديال الورقات غادي ناخد الحشوة ديالي غادي نحاول ما امكان اناني نقسمها على ثمانية ديال الاجزاء باش باش كد تفدأ اناني باش يعني ما يخصنيش واحد الكمية واحد اخرى من بعد انا خصتني واحد القدر وخاقسمت يعني كان بغي شوية هذا تكون شوية عمرة انتو ما بغيتوا تديروا غير ذيك الكيميا كتقسمو على ثمانية راه لكم الاختيار وعلى حسب الورقة اللي عندكم هي الحشوة كتبان سواء قليلة ولا كثيرة صراحة هنا كثيرة كتعطي المدق اكتر هنا اخذت الورقة شوفوا معي راكت لكم الورقة لقيتها يعني بحالة قديمة شوية وخافي التاريخ يعني ما زال فيها شهرين ديالتاريخ ولكن راها لقيتها بحلكة ما عارتوا من تلاجة ولا من عندهم يعني بردات صفي هنا غادي ناخد اللطة ديالي غادي ندهنها بشوية الزبدة والزيت وبالنسبة لهاد الورقة البنات غي كددهنوها بالزبدة حاولوا انكم تدهنوها مزيئا بالزبدة والزيت فراك نخفو ذيك الزبدة بالزيت هنا اخذت واحد القادر ووزعته على الورقة ديالي بحلكة ولكي مالية شوية ناقص غادي ما زال نزيد يعني تكشي باش ضفط في الاخير واحد المئات قراب المهم باش نكون صراحة معكم والبنات واي حاجة كان وجدها في مكان تراك نشاركها معكم إلا كانت مزيانة نراك نقدمها لكم ما كانش عجبات نيرا ما كان حطاش نيائيا في القناة باش صراحة كانشاك معكم الحاجة اللي اكدا غادي تهجبكم سوف ينطوي المعسلة ديالي بهات شكلة دا ما تخافوش من هالبنات وخاكة تبنيكم تقطعها انفو تدخلوها الفران سافرها تشد فرصة وحتى من كدهن بالزيت يعني ما تبقىش يعني كتتقطع ولا كتتكسر معكم هي فقط سمعة ناشفة وفي هذا كنشا تكون يعني غير كي يضربها البرد حاولها البنات وقت ما زيتهم من هاشي ورقة اغطيوها بذلك البلاستيك اللي تكون فيها وعودوا رجعوا ليها باش تفادوا انها يعني تنشف معاكم خاصة الى كانت تصرجم حلول بحالنا دبا كان نصور معاكم في الكوزينة وحالة تصرجم باش نتحصل على الاضاءة اللي تكون مزيانة في الفيديو ديالي باش نتحصل على الورقة ديالي مزيانة البنات بالنسبة لها تدينها ضروري باش ذيك الورقة ما تجيكم يعني ارتباء من الدخل تجي كلها مقرمشة يعني حتى اللي في الداخل تكون ضائرة على ذيك الحشوة رابديك ساني ذا اللي درنا في الحشوة مع ذيك الزبدة وشوية السكر مع المسكرة كي يعلقوا لنا هذي الحشوة وذيك الورقة بحالة كي يخليوها مقرمشة وذلك السكر بحالة كتتكغم اللي يزال الداخل هنا يوزعت الحشوة وغادي نطويها سمحوا لي البنات وخيكون الفيديو طويل ويكون يعني مضرة كثيرة فقط باش نشرح لكم هنا يصفي غادي نطوي الورقة ديالي بهذا الشكل هذي يعني رأيها سهلة بالنسبة للبنات اللي أول مرة غادي خدموها ما تخافوش منها أبادا يعني رأيها غادي توجدوها بعينكم غمضين بالنسبة للورقة اللي كتقطع لكم البنات غادي نوريكم هالطريقة هذي كنوضع الورقة اللولى وكنوضع يعني الورقة اللي تقسمت على هذا الشكل هذي يعني كنحاول نوضع وحدة فوق وحدة يعني بالبعد ديال خمسة سنتين باش عنو دخل الورقة باباباتة في بعض quello ما تبعين اشي يعني محلو لأو نكهف sign صافي غادي نستمر ـ ببنات هذي نطوي معاكم هذي الورقة هذي وغادي اهوضعها في اللطاء يعني اللي التووضها كأنوضعها فلطاء وكننضغطيها بالمندل لم تنسواوا شهر الملاحظة البنات صافي غادي نستمر حتى نكمل الورقت الديالي كاملين وغادي نتلقى معاكم بعد ما غادي نوضعها فلطاء وضعت الورقات كاملين وضعت الورقات كنحاول ما امكن نبسطهم بحركة باش ما يجيونيش بومبي ويجيوني من اللي كان هزو الموع السالة ديالنا او اللي كان خلو عليها لعسلك الترتق ضروري انكم تبسطوها واحد شوية حتى كتاخد واحد المنظر اللي هو مزيلا صافيرا ما كتعجنش فخا كتبسطوها يعني انا رابصتها مزيلا باش كانت تحصل على ديكور اللي يكون مزيلا محدها كطيبية فيها الزبدال داخل ومع ذاك انشالي مورقين بها ديك الورقارة ممكن تدخلو فران كتتحلي يعني الراس هاكت ولي بحال ذاك الفيلتاج اللي شفتم معي في الأول انا يكن اخد شي سكين يكون ماضي وكان قطعي انا قد ما بغيتو طويلة ولا صغيرة ولا تقطعوها ثلاثت يعني لكم الاختيار انا انا درت القياس ديال الجوج ديال السبعان وكان قطع يعني تقريبا واحد ربعا سنتيم وكان قطع باش كتجيني المعسالة ديالي في القياس هنا يشفت صافي كندخل لها الفران انا انا طيبتها في الفران ديال القاس شعلته مزيلا في الاول عاد باش درت المعسالة ديالي العافية تكون يعني امال تحتو من الفق ناقصة بزاف من اللي كان دخلها والفران سخون وكان خليها كتطيب على خطرها مرة مرة كندورها وإلا بغيتو انكم تديرها في الفران ديال الدورة كتطخنوه من قبل درجة الحرارة على 180 كتوضعوا لطا ديالكم الغسط وكتشعلوا الميروحة مرة مرة كتطلو عليها وإلا بنت لكم تحمرات من الفق قبل تحت را كتطفيو العافية ديال فق وكتخليوها كطيب باش يعني الورقة كلها كتطيب من الدخل ومن الدخل لطا ديال الفق باش ديال كلها طيبة صافينا بعد ما خرجتها من الفران كنت سقيها بعد العسل هادا العسل من الاحسع يكونش شوية خفيه ما يكونش يعني قاسح بزاف بحال ديال شباكية باش كيدخل هاداك العسل وهي سخونة حول انكم تقيسو قاع الجوانيك العسل يعني العسل قد ما بغيتو ديرو بغيتو تكترو او لا تقللو لا العموم الحشواتة تكون يعني حلوة واحد شوية لان ندرنا فيها واحد ثلاثة دلمعارق ديال السكر صراحة كتجي الحشوة بنينة واحتمال لكم قرمشة كتجي القرمشة رائعة رائعة بزافة البنات هذه هي القرمشة كنتمنى البنات انكم تجربوها وما تنسونيش من الايجاب البنات كنفراح مليك نشوف الفيديو طالع في الايجاب والمشاهدة كنشكركم بزف بزف هنا المعسلة ديالي بعد مطابات وغادي ناخد بردات عفوان غادي ناخدها وغادي نوضعها بشي بواطاتكم محكمة لا تخافوش منها البنات ولو تبقى لكم حتى الشهرين ولا تلت شهور رهما كترطة بشنيها ايام بحلو ورقة ديال البسطيلة فقط يعني تحكموا هذا البواطة ديالكم سدوها مزيلا فقط اعطينا هذه القياسة دي يعني رات تقريبها اعطتني كيلو وثمانمية وسبعين جرام يعني بالنسبة القطاع رات حصلت على سبعين قطاع ديال الحلوة كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون اعجبكم وما تنسونيش دائما من الايجاب والبارتاج فضلا وليس امره وشكرا بزاف والى فيديو اخر باني الله والسلام عليكم ورحمة الله وعشركم باركاته